ربيع في الباب الحلقة الاولى اواخر تسعينيات القرن الماضي اشتهر في الرباط المقاول مبارك المصلحي كان حاضرا في جل الصفقات العمومية كانت مقاولته ناجحة غير ان السيد المصلحي لم يرزق ولدا ولا بنتا من زوجته زينب رفقة العمر ولما يأس من علاجها ويأست وافقت على ان يتزوج امرأة ثانية عله يظفر منها بالولد وقع اختيار مبارك المصلحي على كاتبته الخاصة اسمها سعاد كانت تدير كل اعماله وتمسك بملفات المقاولة فكر الحاج المصلحي انه بزواجه من سعاد سيحصل على الزوجة وعلى من ترعى ماله ومال ولده بعد موته والواقع ان سعاد الكاتب الخاصة كانت بدورها لا تدخر جهدا لاستمالة الحاج مبارك المصلحي كان همها هي ان تضع اليد على الثروة التي يملكها الرجل بعد ان تسنى لها الزواج منها سعت جاهدة لتنجب منه ولدا او بنتا اوليس الولد ما دفعه الى الزواج منها كذلك كانت تفكر واخيرا انجبت ولدا قالت السنة السوء انها حملت من غيره ولكن الحاج مبارك المصلحي صم اذانه عن اقاويل الناس اوليس الولد للفراش اقام حفل عقيقة تليق بمقام عائلة المصلحي كانت سعاد قد همشت الزوجة الاولى للحاج بما تسبب لها في صدمة عجلت برحيلها وقد مثل لها حدث الولادة بداية مرحلة اكمال وضع اليد على كل ما يملكه المصلحي كان الرجل قد خفف من اهتمامه بمشاريعه كانت سعاد الزوجة والكاتب الخاصة تتولى كل شيء وكان هو يخصص الحيز الاكبر من يومه لولده هشام ذات يوم اكتشف الحاج مبارك انه لم يعد يملك شيئا مما كان يملك استطاعت سعاد ان تستحوذ على كل شيء استغلت ثقته فيها وكانت تجعله يوقع على الوثائق دون مراجعتها كانت تختار اللحظات التي تجعله يوقع كان هو لا يظن ان ام ولده الوحيد ستخون الامانة على هذا النحو لما اكتشف ما حدث كانت قد مرت سنتان على الوقائع لم تبقى امامه ادنى فرصة لاستعادة ما سلب منها بعد ان استشار احد المحامين وكان من اصدقائه ردخ الى الامر الواقع كانت قد قسمت ما استولت عليه بالاحتيال مناصفة بينها وابنها هشام تدهورت الحالة الصحية للحاج المصلوحي واصيب بجلطة في الدماغ تم نقله الى اكبر مصحة في الرباط غير ان الوعكة لم تمهله فمات نحن الان في العام الفين صارت سيدة سعاد تمسك بزمام كل شيء اشتهرت وذاع صيط مقاولتها مقاولة سعاد المصلوحي صارت من المقاولات اللاء يحسب لهن حسابهن في السوق وكلما كانت مشاريعها تتوسع كان الولد هشام يكبر وسط المربيات والخادمات والسواق كان مدللا الى حد الميوع كان وهو فتى في العاشرة يجبر السائق على ان يدعه يسوق السيارة لم يكن بمقدور اي من اولئك النسوة والرجال ان يرفضوا له طلبا او ان يعصوا له امرا نساء كثيرات ورجال كثيرون فقدوا عملهم لدى سعاد المصلوحي لانهم رفضوا التجاوب مع نزوات ذلك الفتى المدلل شب الولد صار مراهقا كان يذيق الخادمات والسائقين من العذاب اصنافا واشكالا ومن يشتكي منهم يكون مآله الطرد وفي احسن الاحوال لقاء تعويض مالي بسيط كانت السيدة سعاد المصلوحي تعتقد ان ما لديها من مال يتيح لها شراء كل شيء كل شيء حتى كرامة من امتهن ولدها المدلل كرامته في مستهل ربيع العام الفين التحقت بمنزل السيدة سعاد المصلوحي فتاة لتعمل طباخة كانت الشابة من اسرة فقيرة وكانت ذات تربية حسنة واخلاق حميدة كانت زهرة على قدر محترم من الجمال ولذلك ما ان رآها الفتى المدل الهشام حتى سعى الى استمالتها ومحاولة العبث بها غير انه اصطدم بجدار صلد وحصن منيع حاول استعمال العنف كما استعمله مع غيرها من قبل ولكنها استطاعت ان تجعله يلزم حدوده لم تكن تدري زهرة ان مدلل امه انما هو بصدد تغيير الخطة وانه لم يتخل عن هدفه وسوس له احد السائقين بان يخدرها واذا ما تمكن من ذلك فسيصير جسدها كله له احضر السائق مخدرا قويا تم وضعه في قنينة الماء التي تشرب منها الطباخة الشابة لم يتأخر مفعول المخدر اوت بسرعة الى غرفتها لم تقوى على اغلاق باب الغرفة استلقت على الفراش ولما ايقن انها نامت تسلل الى فراشها لما انبلج الصبح استيقظت زهرة ويا لهول ما استيقظت عليه وجدت هشام في فراشها لحظتها علمت انه عبث بها صرخت ايقظت كل من في البيت ومنهما السيدة سعاد كانت زهرة تأمل ان تتخذ سيدة البيت ما يجبر الضرر الذي الحقه بها ولدها هشام ولكن كم كانت صدمتها قوية حين اتهمتها المرأة بانها من تحرشت بولدها المدلل بعد نحو شهرين ظهرت على زهرة اعراض الحمل لما ابلغت المدام سعاد حملتها مرة اخرى المسئولية فيما حدث قالت لها انها ليست الاولى التي ادعت انها حامل من هشام اعطتها خمسين الف درهم وطلبت منها ان تغادر المنزل الى غير رجعة قالت لها ان ما اعطته لها سيمكنها من التخلص من الجنين يا لها من اهانة غادرت زهرة الرباط توجهت الى الدار البيضاء حيث تقطن اسرتها افضت الى امها بما حدث عارضت الام كل محاولة للتخلص من الجنين وعرضت على ابنتها الرحيل الى القنيطرة والاقامة عند قريبة لها هناك الى ان تضع حملها بعد ايام اشاعت زهرة في محيط معارفها انها وجدت عملا في طانجة وانها راحلة الى هناك خلال تلك الشهور التي قضتها زهرة في القنيطرة كان بركان الغضب يحتقن بداخلها لم تكن تظهر غضبها ولكنها كانت طوال الوقت تفكر في الثأر لشرفها يوم جاءها المخاض رفقتها قريبة امها الى احدى المصحات حيث وضعت مولودا ذكرا بعد ثلاثة ايام غادرت المصحة استقلت حافلة الى الرباط ولما نزلت في محطة المسافرين بالقامرة ركبت سيارة اجرة طلبت من السائق ان يأخذها الى عنوان سكن مدام المصلح وولدها المدلل كانت زهرة قد اعدت رسالة مواجهة الى عائلة المصلح لما بلغت وجهتها طلبت من السائق ان ينتظرها اخذت السلة التي كان بها الوليد وتقدمت نحو المنزل كان الوقت صبحا وجدت باب المرآب مفتوحا كان الحارس يغط تقدمت اكثر كان الحارس مغرقا في النوم وضعت السلة وتقدمت نحو الباب قرعت الجرس بقوة ثم اسرعت نحو سيارة الاجرى كانت في انتظارها غير بعيد طلبت من السائق ان يتوجه بها الى محطة القطار في تلك اللحظات كان كل من في بيت المصلوح قد استيقظوا مدعورين ومعهم المدام سعاد كان الحارس بدوره قد استيقظ ليكتشف السلة كان الضجيج الذي اثير حولها قد ايقظ الوليد الذي بدأ يصرخ حملت المدام المصلوح السلة الى الداخل كانت مندهشة ظلت تفكر لحظات طويلة في من تجرأ ووضع الوليد في باب سكنها لم تهتد السيدة الى جواب يشفي فضولها وقلقها تذكرت سعاد المصلوح ابن خالة لها يعمل عميدا في الاستعلامات العامة كانت الساعة تشير الى السابعة صباحا اتصلت به طلبت منه ان يأتيها حالا لمساعدتها في حل مشكل طارئ تذكر العميد عبدالعزيز القدوري سنوات الفقر التي نشأ فيها لما كانت سعاد تتجاهله وتتجاهل عائلته ومع ذلك فانه استجاب لها بعد اقل من ساعة حل بمنزلها كانت في الصالون بالقرب منها السلة التي تحمل الوليد قالت ان شخصا ما وضع المولود عند الباب ضغط على الجرس ثم مضى مسرعا كانت تتوسل اليه ان يساعدها على الوصول الى مخرج من هذه الورطة كان العميد عبدالعزيز ضابطا له تجربة غنية ومنذ الوهلة الاولى انتبه الى ان المسألة تدخل ضمن اختصاص الشرطة القضائية حاولت ان تغريه بالمال لقاء تكفله بما يجعلها تتخلص وباقصى سرعة من الرضيع ولكنه رفض العرض المغري واتصل بزميله في الشرطة القضائية في الحقيقة فان الفضول تملك العميد عبدالعزيز وصار نفسه يرغب في كشف سر الوليد كان عميد الشرطة القضائية شابا اكسبته السنوات العشر التي قضاها في المصالح الامنية المختلفة تجربة هامة كان يعرف عائلة السيدة سعاد من لا يعرف عائلة المصلوح كان يعرف عنها الكثير وخاصة عن ولدها هشام ولكنه لم يتوصل باي شكاية ضده لما حضر عميد الشرطة القضائية العميد عمر رزقي بدأ بفحص ثياب الراضيع ولكنه لم يجد فيها ما يفيد بشيء كان الرضيع يصرخ لعله جائع لعله بحاجة الى تغيير حفاظته كان على المدام سعاد ان تتولى رعاية الرضيع ولو الى حين في تلك الاثناء كانت زهرة بعيدة تتجرع في صمت الم فراق قسري لوليد لم تلده راغبة غدا غدا نكمل القصة ملفات بوليسيا رضيع في الباب الحلقة الاخيرة قررت زهرة ان ترد على المدام سعاد بطريقتها الخاصة ولما وضعت وليدها الذي حملت به نتيجة اغتصابها من قبل هشام الفتى المدلا للمدام المصلوح جاءت تحمله الى بابهم تركته وانصرفت لم يكن قرارا هينا ومع ذلك فانها كتمت غريزة الامومة بداخلها وتركت وليدها استعانت مدام المصلوح بابن خالتها العميد في الاستعلامات العامة عبدالعزيز القدوري الذي ما لبث ان احال الامر على زميله عميد الشرطة القضائية العميد عمر ريسقي لم يمكن تفتيش ثياب الرضيع من اكتشاف ما يفيد في اقتفاء اثر من تركه في باب المقاولة المشهورة سعاد المصلوحي طلب العميد منها ان تحتفظ بالوليد بعد ان استمع اليها اكتفت برواية قصة اكتشاف الرضيع صبح ذلك اليوم لما عاد العميد عمر ريسقي الى مكتبه اوكل الى فرقة تابعة له مهمة القيام بجولة عبر المستشفيات والمصحات كان عليهم ان يبحثوا عن النساء اللواتي وضعن قبل اسبوع وان يتأكدوا من ان كل واحدة منهن تحتفظ بوليدها طبعا كان يتعين احضار كل امرأة لم تحضر مولودها كانت هذه المهمة تمثل المسلك الاول من مسالك ثلاثة اعتمادها العميد عمر المسلك الثاني في البحث يتركز على العثور على سائق الطاكسي الذي نقل المرأة زهرة بعد ان تخلصت من وليدها في باب منزل عائلة المصلحي ذلك ان الحارس لما افاق على وقع الجرس رأى سيارة اجرة تغادر الجوار بعد ان اركبت امرأة اما المسلك الثالث في البحث فيتركز حول عائلة المصلحي المدام سعاد وابنها هشام دون استثناء العاملين معها من خادمات وسائقين تولى العميد شخصيا التحقيق مع عائلة المصلحي ومن يعملون في سكنها بدأ باستدعاء الخادمات والسائقين والحراس وما انباشر استجوابهم حتى لمس ما تجلى له اتفاقا على الادلاء بتصريحات متطابقة لم يجد في اقوالهم ثغرة ينفذ منها الى الحقيقة ولذلك فقد ابدأ من جانبه اسرارا على احداث بعض التناقض في اقوالهم يسلك منه الى المرحلة الموالية من البحث التطابق التام في اقوال تلك النسوة واولئك الرجال مثير للشك بحد ذاته بدى له انهم لقنوا ما يقولونه طلب العميد من السائقين ان يعطوه اسماء كل الخادمات اللواتي تعقبن على خدمة المدام سعاد المصلوحي اسماء كثيرة تلك التي سردوها عليها غير ان واحدا فقط من السائقين تذكر شابة اسمها زهرة غادرت البيت قبل شهور واحد فقط تذكر زهرة الطباخة الجميلة كان بين السائقين واحد بدى مرتبكا وهو يدلي باقواله رأى فيه العميد الحلقة الضعيفة التي قد تتيح النفاذ الى ما يخفيه ذاك التطابق الذي كان يبدو في اقوال الخادمات والسائقين والحراس طلب العميد من الرجل ان يعيد عليه ما سبق له ان صرح به جاءت روايته الجديدة مضطربة وبها اخطاء كثيرة قرر العميد عمر الضغط على الرجل قال له ان التستر على الجريمة قد يؤدي به الى السجن لحظتها حلت عقدة لسانه ونطق بما لم يكن العميد يتوقعه في تلك الاثناء حضر الى مكتب العميد الفريق الذي كان موكولا اليه البحث عن سائق التاكسي الذي يعتقد انه حمل الوليد وامه الى مسكن عائلة المصلوحي لقد تمكن الفريق من الوصول الى سائق التاكسي الذي قال انه نقل المرأة من المحطة الطرقية القامرة الى منزل المصلوحي فجرا وانها بعد ان نزلت ومعها رضيعها دخلت المنزل من باب المرآب ثم عادت وطلبت منه ان يقودها الى محطة القطار يحكي السائق انه لما نزلت المرأة انتبه الى وجود ظرف على الكرسي الخلفي للسيارة كان الظرف مغلقا وقد دفعه فضوله الى فتحه كانت بداخله رسالة لم تكن تتضمن اسم المرسلة اليها كانت رسالة من بضع كلمات هذا نتاج اجرامكم فخذوه الفريق الذي كلف بالبحث في المستشفيات والمصحات لم يتوصل الى اي امرأة ممن وضعنا خلال الاسبوع لا يوجد معها مولودها عاد العميد عمر رزقي الى استنتاق السائق الذي فاه بما لم يكن متوقعا قال السائق ان عدة فتيات اشتغلن مع السيد السعاد المصلح التي تكون غائبة عن البيت في اغلب الحالات كان ابنها الوحيد هشام يستغل غيابها ليتحرش بالخادمات احيانا كان يغتصب بعضهم والويل لمن تتمنع قال السائق ان اخر ضحاياه شابة كانت على قدر محترم من الجمال كانت قد حلت بمنزل المصلح لتعمل طباخ كانت شابة عفيفة حاول الايقاع بها ولكنها كانت تبعده في كل مرة اعترف السائق ان هشام الفتى المدلل اعطاه مبلغ من المال ليحضر مادة مخدرة قوية المفعول وضع المخدر في قنينة الماء التي تشرب منها الشابة ولما فعل المخدر مفعوله قام باغتصابها ولكن المدام تردتها يقول السائق لانها اثارت ضجة حول ما تعرضت له دل السائق على عنوان الشابة تم ارسال ضابط لاستقدامها تم ذلك بتنسيق مع مصالح الشرطة في الدار بيضاء في اليوم التالي تم احضار الشابة الى مكتب العميد رزقي بعد ان عرضت على الطبيب الذي اثبت انها نفساء ما انسألها العميد عن رضيعها حتى اقرت بكل شيء كانت حزينة قالت انها كانت تتوقع ان تصل رسالتها الى السيد سعاد المصلحي كانت تتوقع ان تتصل بها لتعمل على تدارك الموقف ولكن الرسالة سقطت من ثوب الرضيع بضع كلمات تقول هذا نتاج اجرامكم فخذوه رقى العميد لحالها الى على نفسه ان يمضي الى ابعد الحدود في ملاحقة الجاني اتصل باحد نواب وكيل الملك وكان زميلا له في الدراسة عرض عليه تفاصيل الموضوع تم استدعاء السيد المصلحي وابنها هشام الى مكتب العميد على الفور طلب العميد اخضاع هشام لتحليل جيني ومقارنة جيناته بجينات الرضيع كما كان متوقعا جاءت النتائج مؤكدة ابوة هشام للرضيع اثناء التحقيق معه اقر هشام بانه اغتصب زهرة ادعى انه شغف بها حبا وانه لم يكن يتوقع ان تتخلص منها امه بالطريقة التي فعلت بها اختصر هشام المسافة وعرض الزواج من زهرة وان يعترف بابوته للوليد كانت المدان سعاد تعارض زواج ابنها من تلك الطباخة استعانت بمحامين ثم التحقت بولدها الى مكتب وكيل الملك الذي لم يكن قد ترك فراغا مستريا ينفذ منه المحامون للاعتراض على الزواج كان معترفا بفعل الاغتصاب وكانت التقارير المخبرية تؤكد ان المولود هو ابنه تم وضع الظنين في الاعتقال الاحتياطي الان وقد صار متهما بالاغتصاب لم تستطع المدام سعاد المصلوح ابتلاع هزيمتها امام زهرة الخادمة الشابة الفقيرة لم ينفع المدام مالها ولا علاقاتها ولذلك قررت ان تسلك مسلكا اخر اعلنت انها تقبل بزواج هشام من الطباخ زهرة كانت زهرة قد اشترطت ان يقام لها حفل زفاف يليق بعائلة المصلوح وحفل عقيقة يليق بمولودها لم يكن امام مدام المصلوح من خيار غير القبول فدونه السجن لابنها المدلل ولكنها كانت تضمر في قرارة نفسها نية للانتقام من زهرة غير ان الاقدار كانت تخبئ لها شيئا اخر لم يكن هشام قد تخلى عن تهوره واندفاعه ولا عن غروره وبعد اسبوع من حفل زواجه من زهرة وبينما كان رفقة اصدقاء له سكار يتفسحون على متن سيارته الجديدة حيث كان يسوق بسرعة جنونية في منعطف لم يكن يتوقعه انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران مات هشام محترقا تناهى الخبر الفاجعة الى امه بينما كانت مغرقة في واحدة من عملياتها التجارية الكبرى اغمي عليها تم نقلها الى المستشفى في الرباط ولكن الاطباء نصحوا بنقلها الى الخارج بعد ايام استرجعت وعيها ولكنها لم ترى النور منذ ان علمت بمقتل ولدها هشام اصيبت بالعمى لما عادت الى الرباط كانت زهرة ارملة هشام في انتظارها لم يكن ذلك ليرقها فهي ما زالت تحتفظ في قرارة نفسها بكراهية لهذه الشابة التي اجبرتها على الخضوة بمرور الايام وهي في ظلمة العمى احست سعاد المصلوح بانها فقدت الكثيرين من بين من كانت تعدهم اصدقاءها الاوفياء لم تجد بجانبها سوى تلك الشابة التي سعت الى التخلص منها يوم اعتدى عليها ولدها هشام كان الطفل يكبر اختير له اسم جده مبارك وكان العميد عبدالعزيز القدور ابن خالة سعاد يزورهم بشكل منتظم دافعه في ذلك اخلاقه التي تدفعه الى الحفاظ على صلة الرحم كان الطفل مبارك يناديه عمي ذات يوم نادت سعاد زهرة قالت لها يا بنتي لم تقلها لها من قبل لما حضرت فجأتها المرأة التي كانت قوية ذات يوم بان طلبت منها الصفحة ردت زهرة بان عانقتها وبكت صادفت تلك المرحلة انطلق العميد عبدالعزيز زوجته كانت طبيبة انهمكت في مهنتها واغفلت علاقتها بزوجها انتهى الامر بتلاشي تلك العلاقة وانهيارها في المنزل الفسيح لعائلة المصلح لم يعد وجود للخدم ولا للسائقين وانما هم امرأتان وطفل ذات مرة فاتحت سعاد ابن خالتها العميد في موضوع الزواج عرضت عليه الزواج من زهرة الطيبة في الحقيقة كانت الاجواء مهيئة لذلك فالعميد عبدالعزيز الذي لم يرزق من طليقته اولادا صارت تربطه علاقة متميزة بصغير مبارك وكان ذلك مما شجعه على القبول بعد حين تم الزواج كانت سعاد وهي حبيسة ظلمة العمى تتحسس النفس الجديد للحياة في منزل عائلة المصلوح ملفات بوليسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر